اجتمع وزير الخارجية سمح شكري الرئيس المعين للدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اجتمع مع عضاء هيئة مكتب المؤتمر في مدينة شرم الشيخ تناول الاجتماع الإعداد الموضوعية للمؤتمر حيث تم التباحث حول مشروع جدول الأعمال والبنود المختلفة المطروحة عليه واستعرض الوزير شكري خلال الاجتماع مختلف الجوانب الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر وتضم هيئة مكتب المؤتمر في عضويتها مجموعة من الدول الأعضاء بالاتفاقية الذين يتم انتخابهم كنواب للرئيس لتمثيل المجموعات الجغرافية المختلفة